السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا جميعا بخيروا بصحب سلام. معكم مصر حمد جمال. ده البارت التاني من الفيديو بتاع ريفيشن شابتر وان. تعالوا بقى نحل شوية مسائل مهمة جدا. يقول لك انها ده وكلمة معناها آآ وطرف او لو بتيت نقل فيها فطالب مننا وطالب مننا دايما بيتأس على وهو اقصى مسافة من لحد الكريست او لحد اتراف هتلاقي من عند زيرو لحد فوق. لحد ماكسمام هي دي مين او لو نزلت تحت هتليها بس برضو احنا هناخدها من غير لان ده مش وبالتالي يهمنا بس في احنا دلوقتي هنحتار ما بين ايه وتشويس سي هنجي بقى نجيب الفريكوانسي فالفريكوانس زي ما انت عارف التانون بتاعها طب احنا عندنا هنا كام ويف عندنا ويف واحدة نص فوق نص تحت يبقى ده معناه ان احنا عندنا ويف واحدة كله تي اللي هو التو يبقى يعني كديسمل ببساطة جدا هتبقى نروح للسؤال اللي بعد كده هنروح بيقول لك هنا فالراجل بيقول لك ايه انت دلوقتي عندك هنروح تن سكند ادي تن سكند ادي تي سمول يبقى العاشرة او المية خدو تن سكند هنززة بتاع الابجكت بيسوي كام فبساطة سهلة جدا هتبقى الفريكوانسي ان اوور تي والتي تن يبقى هيطلع طبعا تن وهتبقى هيبقى بتاعك بتخيلوا يا جماعة دي مساء الامتحانات على فكرة دي مساء الامتحانات وبالسهولة دي فيش اي مشكلة وفي مساء اصعب كمان احنا هنعدي على كل الرخم على كل الافكار طيب نروح للسؤال اللي بعد كده بيقول لي ازا 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 ايه بيقول لي بيبقى فين او معنى الصح بيسأل على القايناتك فين فدايما القايناتك الماكسمام بتبقى عند بتبقى عند اللي هو طبعا فتبقى طبعا الاجابة لكن طبعا اه بوينت سي وبوينت ايه ده عندهم دول كده عندهم عشان انا كده مشيت اقصى مسافة من لحد فوق او لحد تحت فده كده بتاع اقصى يعني ده كده لكن اقصى اه اللي هي عند الزي عند البي نفسها فالاجابة هتكون بي السؤال اللي بعد كده هنا بيقول لي انت عندك دي كده واحد بيلعب بالجتار وبيعزف بالاوطار فالعزف ده او دي كده حركة فاللي كده يعني فبيقول لك سي ده الفريقونسي فايب ساوزن او بيجاتار سترينج زينزا بريودك تايم او زا بريتين سترينج ميلي ساكند فبيدور على البيليوديك تايم اللي هو تي كابيتال بكام بس بالميلي ساكند يا عم سهلة انت عارف ان البيليوديك تايم هو وان اوور الفريقونسي طب احنا عندنا الفريقونسي اه يبقى وان اوور الفايف ساوزند فالكلام ده هيطلع بكام وان اوور الفايف ساوزند هيطلع معانا بتو بايتين باور نيجد فور محدش يتسرع ويختارها تشوز ايه غلط لان دي كده بالساكند هو عايزها بالايه بالميلي ساكند فانا عايز احول من ساكند لميلي ساكند فطالما الساكند الكبير والميلي هو الصغير يبقى هنعمل بايتين باور بوستف بوستف كام يعمل ميلي بوستف سري يبقى الانصر هيطلع هنعمل بايتين باور سري فهتطلع معانا زيرو بوينت تو ميلي ساكند وهيبقى اللي تشوز ساعتها سي فما نكسرعش بلا عليكم اليونت مهمة جدا في الفيزيكس بستوى اللي بعض. هنا رسم لي انا رسم اه ويمكن السؤال ده انا جبته في كوز قبل كده. رسم تو ويف اي ويف بي. اوكي? ويف اي بدأ من زيرو ورايحة لحد هنا. ويف بي بدأ من الفور سنتيميتر ده ورايحة لحد تحت هنا ناجتف فوق. طيب هو بيقول لي يا سيدي انت عندك تو ويفز ريليشن بتوين ديس بلسمنت وفزا بارت كلير ميديم ان تايم تي فور تو ويفز اي ان دي. عايز منك. طيب هو دلوقتي اولا قيل لك ان التو ويفز دول في نفس الميديم. في نفس الميديم. يعني ده معناه ان الفيلوستي هتكون كونستانت. الفيلوستي هتكون سابتك. يعني اين الفيلوست سابتة? يعني ده معناه ان الفيلوستي بتاعت ايه? ادي برضو علشان نأكد الكلام ده هتلاقي ان المسافة اللي مشيتها هي بدأ من هنا وانتهت هنا. هي نفس المسافة برضو بتاعت بغض النظر عن عدد يعني المسافة دي المسافة واحدة. فالسرعة واحدة. تمام? غير كده وكده هو اي اللي في نفس الميديم. دول برو باجيت انزا ميديم. فده معناه ان انا هجيب سرعة واحدة كفاية لاي ويف من الاتنين. يعني انت ممكن تشتغل على ويف ايه بس? واتطنش ويف بي. وهتبقى سرعة ايه هي سرعة بي? ان هما الاتنين نفس الميديم. كفانا? هما الاتنين هيكونوا نفس الميديم. يبقى ده معناه طيب انت لو عايز تجيب الفيلوستي فالفيلوستي عبارة عن اللندا في الفريقونسي. انا متكلم على طيب يا سيد يبقى اللندا هي عبارة عن كريست وكريست او طيب فاللندا هي عبارة عن عدد الفريقونسي اللي هي الوايفز اللي عملها من هنا لهادهن. لهادهن. دول كده كموايف. دي كده ربع. ودي نص. يبقى دي نص. ودي ربع. دي كده تلاتة اربع. ودي كمان نص. ادي كده لفة وربع. وفي كمان ربع تحته. يبقى كده نص ونص. ادي كده لفة. وربع وربع يبقى لفة ونص. يبقى على لفة ونص. ملتبلاي الكلام ده. الان برضو انا ممكن اخد احنا اخدنا ويف بي. وانا بتكلم على ويف اي. اوكي? مش فرق. تعال انا نمسح وناخد ويف بي. تمام. فعلا كان كلامي على ويف اي خلاص? بس انا برضو اهوقت ديني كأني قلتلك عدد ويف بي بكام? مش هنختلف كتير. عايز تعدي من بي تعدي من ايه? مش هنختلف. ماشي. خلينا طب نوحد الاي. الاي برضو ديت عاملة ايه? عاملة هنا نص. دي كلها نص. والحتة دي ربع. يبقى تلاتة ربع يعني زيرو بوينت سيفن فايف. ملتبلاي الان على تي. برضو ممكن اخد نفس الان اللي هي الزيرو بوينت سيفن فايف دي. على الطايم اللي هو كان زيرو بوينت سري. بس كان اللي هو الطايم اللي عملت تلاتة ربع. وندرى بي باشا كله في بعضه. بس ما ننساش اني. الطايم هنا في مشكلة الطايم هنا. بالملي ساكت. يعني بايتين باور يعني زيرو بوينت سري. بايتين باور نيجيتف سري. فالكلام ده. هيطلع معنا. بقى الفين بتو ساوزانت. ميتر. طب انا بقى محتاج اجيب الفلوس بتاعتبيه لأ كفاية. انا بس كل اللي انا محتاج قوله له. ان عشان هما نفس الميديم. انا بس كل اللي اقوله له ان هما علشان نفس الميديم عشان ده السؤال ده ايه? سؤال ده مقالي. يبقى الفي ايه قدي الفي بي بيتو ساوزانت ميتر برسان. فهتلاقي طبعا ان الفريكونسي هي اللي بتتغير مع فالفريكونسي طبعا بتاعت ويف ايه مختلف عن ويف بي لان عدد الويفز مختلف. اوكي. ايه السؤال ايه بعضها? طيب هنا في السؤال ده. بيقول لي ايه 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 وبرضو جبته قبل كده في السؤال ده يعني واضح ان الفريكونسي متغيرة. والله قلنا كزا مرة. لو تغيرت يبقى يعني ده معناه ان احنا في نفس الميديم. فالولد والبنت دول بيتكلموا في نفس الميديم اللي هو بس واضح ان الفريكونسي طبعا مختلفة يعني صوت البنت مختلف عن صوت الولد ممكن البنت تتكلم بسرعة شوية عن الولد او العكس. فالفريكونسي هي تردد اللي طلع مختلفة. فالاجابة هنا وانطوان عشان بيسأل على الفلوسي ولا قانون ولا اي اندهاش. طيب. نروح للسؤال اللي بعد كده. طبعا ايش شايفين دي اسئلة متحنات يا جماعة بحلها معاكم عشان يرجع لك على الشابتر كل. يقول لك ان هي نقطة من من نقطة الميديم بارتكيلز in which a transverse wave is propagating a certain moment. if this point has become a trough. بيقول لك الpoint دي هتبقى trough after one point five seconds. الpoint دي هتكون trough بعد ما يعدي ثانية ونص من اللحظة دي. so the periodic time of this wave equal cam. فعايز يعرف تي كابتل هتكون بكم. ما هو يقول لك النقطة دي هي دلوقتي ولا هي كريست ولا ترفع في الزيرو. تمام? لو الpoint دي بقت trough بعد ثانية ونص بعد one point five seconds. فانا عايز اعرف طبعا هي عشان تكون ترفض. اوكي? طيب هنا. والواضح ان هي فالبوينت دي هتفضل ايه? طلعها نازلة كده. اوكي? فالبوينت دي هتطلع وتنزل. فهي دلوقتي وسلت ده. فمعنى ان هي هتكون ترفض. هتفتكر كده تطلع ولا تنزل? اكيد هتنزل لان الطرفة هي. بص بص. مش ده صح? وده مزبوط. فهي لو قالك هتبقى يبقى هتطلع. يبقى هتنزل. يبقى دلوقتي اللي جاي للبوينت ايه? انها هتنزل ايه? اوكي بقية مش هتطلع. فانا عرفت منها هتطلع وتنزل لان دي فحركة البارتكل طالع نازل اللي ماشية. حلو. يبقية كمان شوية بعد ثانية ونصها تبقى ايه هنا? المسافة بقى ديت اللي هي المسافة اللي نزلتها ايه? مش هي دي اللي بنسميها ربع لفة او صح? يبقى انا كده عرفت حاجة. ان شفت السؤال وحلوته? مدينا طايم طايم ودي قلناها الفيديو اللي فات. هو اربعة طايم يعني اربعة مرات اربعة ضعاف يبقى ملتبلاي وان بوينت فايف هيدينا وتبقى الاجابة الفكرة كلها ان احنا نتخيل آآ انها البوينت ده او دي هتنزل والله هتطلع وهتمشي مسافة دي. عارف حتى لو قالك يعني هتطلع يعني برضو هتمشي هتبقى هنا. برضو هتمشي فمش فارقة كتير. مش فارقة كتير يقولك مش فارقة كتير هي نفس الاجابة برضو ان انت هتضرب الطايم فاربعة علشان ده طايم بتاعك. اوكي. نروح للسؤال اللي بعد كده. مدينا هنا الكيرف المشهور جدا ما بين الفريكوانسي والبريوديك تايم. وراجل بصي السؤال وحلوته بيقولك هات الفاليو بتاعت السيتا دي بكارة. ولو انت ناسي افكرك دايما السيتا داية اللي ما بين الفريكوانسي والبريوديك تايم دايما هتكون دايما. طب ليه يا عم تعالى نجيب السلوب عشان اقول لك ليه? ايا اي انجل يطلبها ليه هدعو بالسلوب. فدايما هفكر في السلوب. فالسلوب تاني السيتا. والسلوب هي الباقي من الرول. والباقي من الرول ده يجيبه ازاي? لما اقسم الواي على الاكس فنقسم اللي هي على الواي. ونقسم اللي هي العدس. اوكي? طيب. اسمنا دا على دا. فطلعنا السيل اللي تحت خالص فوق خالص. فهتبقى السلوب. هتبقى عبارة عن نيو ملتبلاي بريوديك تايم. طب ايه الباقي من القانون? ما هو القانون اصلا بيقول ايه? ان نيو اكوال وان اوفر بريوديك تايم. فلما اضرب النيو في التي زي ما عملت في السلوب هيتفضل اي من القانون هيتفضل ورا. يبقى ده معنا ان انت لو عايز تجيب السيتا يبقى تاني السيتا اكوال وان يبقى شفتي تاني الوان هيديك فعلا وانت المفروض مع الحل والمذاكرة كتير خلاص انت عرفتها ان هي على طول. ادي سؤال امتحانات يا جماعة. يعني الموضوع الحمد لله سهل. ان شاء الله سهل يعني. ما فيش اي تعقيدات ان شاء الله. طيب نروح للسؤال اللي بعد كده. بيقول لي ازا بتاعتمد على ايه? او اين? هاتفتكر كده الفريقونسي بتاعت الويف دي. دي فريقونسي فهتعتمد على مت هتعتمد على خالص مالهاش دعوة بالسبيد. مالهاش دعوة بالمالهاش دعوة بقوة لكن هي لها دعوة يعني ايه مصدر الفريقونسي جاي من ايه? جاي من كتار مسلا جاي من جاي من جاي من صوتي من حركة الفكين. فيبقى بتاعت اي بتاعتمد على لكن لو شال كلمة ورحاطة كلمة فالفلوستي طبعا ايه? او نوع الميديم. فطبعا هتبقى اجابة تانية خالص. اوكي? تمام. دايما لما تتغير يبقى الفلوستي سابتة. عشان كده حبتها قال لك سروق ميديم يعني ده معناه ان ودايما العكس لو الميديم تغير يبقى الفلوستي تتغير والفريكوانسي هي اللي تفضل سابتة. بس وقال ليه بعد كده? طيب هو هنا بيقول لي ايه? يقول لي يا سيدي انت عندك معلق زي ما انت شايف كده كويل بيسايد الرولر. ده جنبيه مصطرة. بتوين سنتيميتر وسكسي سنتيميتر. يقول لك هو بيعمل ما بين رقم ورقم آآ اللي هو اخر اخر خالص يعني هو عمال ينزل ويطلع زي ما انت شايف كده ما بين الرقمين دول. في الرقم ورقم ماشي. انت عايز مني يبقى عايز منك بتاع العايز اللي هي اقصى مسافة. اقصى مسافة. طيب هي اقصى مسافة من اه من اقصى مسافة من المسافة دي كلها يعني لو جينا بس فكرنا كده آآ بصوت عالي مع بعض. من هنا الحد تحت هي ده خلاص? والحد تحت ده ده لا مش هو ده بقى. لأ ده من هنا الحد هنا بس هو ده كده اللي احنا عايزينه. ومن هنا الحد هنا برضو ده تاني. هو نزل كده بعد ينزل تاني وهكزا. هيفضل طالع نازل او تعالى نقولها بطريقة تانية هو اصلا في النص. انا امكان عكاست الريستنج بس ماشي هو الصح. ان الريستنج في النص كده. واللي طالع لفوق ونازل لتحت. فهو طالع لفوق يعني هو طلع امبليتود ونزل تحت برضو امبليتود ماكسوم بوزيشن. يعني احنا قدرنا نجيب المسافة دي كلها واسمناها على اتنين جبت الامبليتود. فالامبليتود ببساطة هيكون عبارة عن ايه? الستين ناقص العشرة على الاتنين. الستين ناقص العشرة اللي هي المسافة دي كلها. من الستين لحد العشرة. مسافة الدقيقة. ستين ناقص عشرة يعني خمسين. خمسين على الاتنين. يعني خمسة وعشر. يبقى سنتيميتر. اللي هي المسافة بتاعة الامبليتود. سوى فوق او تحت. طب انت عايز يبعلي كده. عايز منك يعني عايز الاكس. عايز الاكس اللي هيمشيها السبرينج ده. في حالة لما يكون عندك لفتين. الاكس بتاعت لفتين. اوكي. طيب برضو سهلا ومفاش مشكلة. احنا عارفين كويس يا شباب ان اللفة الوحدة. السايكل الوحدة. مسافتها ادي ايه? المسافة بتاعتها اربعة الامبليتود. يبقى ده معناه ان اللفتين هتبقى تمانية امبليتود. هندرب الاربعة في اتنين. دي قلناها في الريفجن. تمانية امبليتود. طب انا عندي الامبليتود بي كان بخمسة وعشرين. يبقى ات ملتبلاي. ببساطة. فتطلع معاقنا. سنتيميتر لان الامبليتود برضو انا سيبته بالسنتيميتر ما حولتش. بتعايز تحول لميتر اوكي بس. لما ده سؤال مقالي وما حددتش فيه. خلاص سيبها بليونت سنتيميتر زي ما هي جاية عادي جدا. فيش مشكلة. ده بالنسبة للسؤال ده. سؤال حلو. بيختبر الامبليتود هو اربعة ممبليتود هو السايكل. والامبليتود هو ربع اللفة يعني. طيب. نروح للسؤال بعد كده. اه هنا بيقول لي. اه يبقى ده معنى ان الميديم اتغير. الميديم دفر. اتغير. يبقى ده معنى ان الفلوستي هي كمان ايه? هتتغير. هتتغير مع مين يا عندسة? هتتغير مع مين يا مستر? هتتغير مع الوافلانس. طيب. if the ratio between the speed of the sound in air and the speed of the sound in iron is الكلام ده. اللي هو ميديك ال V1 وال V2. وبار عن three over 44. while the wavelength of the sound wave in air. يقول لك اللنضة بتاعة الهوى. احنا المفروض هنشتغل بالرشو. V1 على V2. اقوى اللنضة one على لنضة. يبقى ده معنى ان ال V1 على اللي هي اقوى اللنضة اير. انه ايه اللي الاول? لنضة اير. على اللي احنا عايزنا. هو عايزها فعلا. هنروح جايبينها. سهلة جدا ما فهاش مشكلة. هنضرب هتطلع معنا بات هندرد فورتي فور بوينت ايت سنتيميتر. اللي هي دي. مسئلة لذيذة وسريعة. وهي دي اصلا الشابطة ايه. هو ده اصلا الشابطة فعلا. طيب رحنا للسؤال اللي بعديه. يقول لي يا سيدي ازا ابزد فيجر شو بن Nablin. بيدور على الغلط. فين الجملة الغلط. يقول لي زا زيا زا زيوت بتاع البندلين اكس ده. ده. اكيد الصرة عند اكس ستكون ماكسماب قيانيتك الانجي ماكسمام. وعند ما فيش اصلا قيانيتك زيرو. لا الجملة دي صح. طب زازبيدو زالود زيد اكوال زيرو. اكيد زيرو عند زيد. وعند الجملة دي كمان صح. طب بيساوي زيد وي غلط. دي بقى جملة غلط. ليه بقى? لان المفروض ده ما بين زيد و اكس. ده ما بين كمان اكس و واي. ده فهي دي الجملة المفروض الاجابة بتاعتها وتعالى نتأكد من الاخير. بيقول لك مصبوط صح? لو ربع تايم. لا يبقى كل الجمل صح مع عادة تمام. السؤال بعد كده برضو ده سؤال متكرر وحلناه من شوية كده باعتبر يعني. بس آآ يعني بيقول لك هنا المرة دي طالب السلوب. تم هو السلوب هي تاني السيتا. واحنا اتفقنا من شوية ان السيتا تيها تفضل بكم? وفورتي فايف. يبقى ده معناه ان السلوب هيبقى عبارة عن تاني الفورتي فايف. فتاني الفورتي فايف على الكالكوليتور. تبديك وان. يبقى الاجابة وان. اللي هي الاجابة بي. طيب السوريلي اللي بعد كده. يقول لسيدي طيب لو انت عندك. لو عندك الويفلنس بتاعت الويف جروبا جيت انسرت الميديم جيت دابلت. لو الويفلنس اتزادت الدابل. يبقى الاسبيد هيحصل لها ايه? والله ولا اي حاجة. ازاي يا مستر ما الويفلنس والفيلوستي دايركت مع بعض? اه بس مين بيعتمد على التاني? يعني مالهاش علاقة بالويفلنس ولا ليه علاقة بالفريقونس. الفيلوستي ليه علاقة بحاجة واحدة بس. طيب اتغير الفلوس يتغير. طب هو ما قالش الميديم اتغير. هو قال لي يعني الميديم كان ستنت خلاص شكرا بالفلوسي مش هتغير. انت بقى الويفلنس تزيد تقل ما لكش دعواء. الفريقونس تزيد يقل ما لكش دعواء. الفلوس دي سابت. طالما الميديم سابت. اوكي. سؤال بعد كده وده يمكن نوهت عليه في الريفيزن. الريفلينس والفيلوستي. هو ايه اللي الكلام ده. ووالندا. ندور على انهي الصح. طيب. فالموضوع اه لذيذ جد. فانت دلوقتي عندك هتعمل سيتا. دي كده هتبقى السيتا اي? ودي كده هتبقى السيتا بي. وحنا قلنا الكلام ده كزا مرة. طيب والسيتا دي هي السلوب. فده معنا ان السيتا اي اكبر من سيتا بي. يبقى السلوب بتاع ايه سلوب بي. والسلوب هنا هي الباقي من الرول. فلو جيت اعملت السلوب. وقسمت الواي على الاكس بس بقى الخزوة اللي هي عبارة عن الانضى على الفي مش في على الانضة. دي تديك واحد على الفريقونس وان اوفر الفريقونسي لان انت عارف ان الفي هيát الانضة في الفريقونسي الانضة في النيون فلو جيت اسمت الانضة على الفي هتروح النيون الناحية التانية فالباقي من القانون هو انتفقنا طيب يبقى ده معناه ان اكبر من احنا عارفنا بكتر. بس انا عايز اسلوب بكتره بس انا الانيكواليتي دي اللي هي العلامة فهتبقى ليز زان? يبقى ليز زان? بس بقى هنشيل الوان دي خالص طالما هنشيلها. هتبقى بس من غير اي وان. ليز زان بس كده. كده انا عرفت مين الكبير? يبقى بص لوحدها الاجابة تلعت ايه بس. السؤال اللي بعد كده هنا بيقول لي ايه انت عندك دلوقتي بتتحرك من اكس الحاد او. اكيد طبعا. انها يروح لقل ومنقلل او وهكذا. ان او وام ان وقل ام ان او وام ان وقل ام. دول كده المسافات هنا نسميها دي 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 دي. ماشي. اه اه انزا تايم ان تيرفال تكن بايزا ميندلاب تكافر زيز دي ستانس ستي وان تي تو دي سلي يبقى اين? يبقى مسلا ال ام بسبيكتيفلي. يبقى ان او الاول ان او تي وان. وان وم ان تي تو. و ام تي سري. هو مديك التايم اللي بيعد عليه في دول. طيب انت عايزي بقى بيقول لك تعايزين نرتب الطايمات دي مع بعضها. نشوف انهي طايم الصح يعني. والله اللي احنا عارفينه طرى ما انت طالع يبقى الطايم بيقل او الطايم بيزيد سوري طرى ما انت طالع الطايم بيزيد لو انت بننزل يبقى الطايم مالو يبقى الطايم بيقل. اوكي طيب. نحن دلوقتي الطايم اللي ما بين الام والان تسري. فالتسري ده اقل طايم فيهم كله. ان انت وانت نازل هتاخد اللي طايم. لكن وانت طالع تاخد اعلى طايم لحد نقطة او. فتي واحد ده يبقى اعلى طايم كأنك بتطلع على مطلع على حد ما توصل اللي هو لكن التوصلت لكمة المطلع فهتلاقي ان بتاعتك وصلت لزيرو يعني انت وقفت كمة الجبل يعني. فالفلوس تبقت بزيد. يبقى اعلى طايم انا اخده تي وان والتي في النص يبقى على طول يبقى تي وان اكبر حاجة بعدين تي تو بعدين دي سي. خلق قانيتك والبوتينشيال والكلام الجميل ده. طيب السؤال اللي بعده. هنا بيقول لك يا سيدي آآ زا سيمبل هارمونيك موشن زا بوتينشيال انرجي. افزا لود. ادزا تو بوزيشن بي اند سي. عند البي والسي. طب ما هنا في ماكسيمان بوتينشيال. وهناك برضو ماكسيمان بوتينشيال. لان ده اكسر ارتفاع عندك. ده كده اكسر ارتفاع عندك. خلاص فانت بتقسم بوتينشيال عندي بي وتينشيال عن سيتم هما الاتنين قد بعض. الاتنين قد بعض. يعني. والقانيتك انرجي طبعا بيكون ماكسيمان في البوزيشن الفينوس. ده تشوز دي. اوكي. استوال البعضي كده. يقول لسيدي انت عندك فيبراتين بادي produce a sound that makes complete vibration every four milli sec. دا كده T small. T total. The sound reaches a man at one hundred thirty six meter from the body. دا كده الاكس. اه from the body uh four point four seconds later after producing it. لك خلي بالك اني الطايم اللي الويف اتنقلت فيه للراجل خدت مسافة one hundred thirty six meter وخدت time zero point six four seconds. اوكي? والبادي دا كده بيعمل sound وعمل complete vibration كل ميلي ساكند. يعني ايه عمل complete vibration كل ميلي ساكند يبقى دا كده البريودك تايم مش تيس مول بقى. دا كده البريودك تايم لان هو بيقول لي اميكس اكمبيليت يعني لفة كاملة يعني وان سايكل والتايم بتاع الوان سايكل هو البريودك. لكن تيس مول هي الزيرو point four. والاكس وان سري سكس. طيب. هات لي بقى يا سيد الفيلوستي. طيب انت علشان تجيب ايه? محتاج تجيب اللاندا. محتاج تجيب الفريكوانسي. طيب واللاندا هي والفريكوانسي هي طيب واحدة واحدة انا ما عرفش اصلا او ممكن نقولي كمان وان اوفر بريودك. طيب احنا مش معانا عددهم. وان اوفر بريودك تايم جاهز. مش مشكلة. طب هنا بقى الاكس اوفر ان. طب انا معايا الاكس. بس مش معايا الان. يعني انا معايا الاكس اوكي بس مش معايا عددهم. ومعايا البروك تايم. طب ما انا الان اجيبها ازاي? مش هنعرف نجيبها. طب ما في حل اسهل. مش انت معاك الاكس. ومعاك تي. اه طب ما اخد بقى القانونة التانية بتاع الفلوسطي اللي هو تايم او الاكس على تي يعني. صح? يبقى اولا على وخلص الحدوتة. هيطلع على طول ده سري هندرد فورتي ميتر بيرسات. طب ده معناها يا مستر انا مش هعرف اجيب. خالص? والله ممكن. لان هي تي اوفر ان. هو تي اوفر ان. فانا ممكن استغل تي ده مع مع تي ديت واجيب الان. مش مشكلة. هممكن نعمل ايه? احنا دلوقتي عارفين هو تي. طب انت عايز تجيب الان. يبقى ده معناه هي تي اوفر تي. وانت معاك الاتنين. اوكي. مش مشكلة. بس ده حل اصرع ان انا اجيب الفلوس تاعتول. طب رقوار دي بي بي يقولك طب هدب اعد ديستانس between the center of compression and the successive rarfaction. the center of compression and successive rarfaction. يعني عايز نص لندن. لان اللندن كاملة هتكون between compression and compression. او between rarfaction and rarfaction. لكن لما اقولك compression و rarfaction يبقى نص لندن. لما اقولك كريست و كريست? يبقى لاندا. لما قول لك تراف وتراف تبقى لاندا كاملة. كاملة. لما قول لك كريست وتراف يبقى نص لاندا نص الوايف. فهو عايز مسافة نص الوايف. احنا محتاجين نجيب اه بتاعتي. تفقنا? طيب. احنا جبنا خلاص. انا سهل برضو اجيبها. فانا ممكن اعمل كده وان اوفر. اللي هو فور باي تن باور نيجت في سري عشان هي ميلي سكند. يبقى على فور باي تن. باور نيجت فيدي دي هتطلع طيب وبعدين انا معي بسري هندرد فورتي قادر اجيب مين? واخد نصة. يبقى تبقى عشان اجيبي يبقى سري هندرد فورتي طبعا اللي منكو يعني مش همسكونين يا ريت يحفظها بسرعة يعني. يبقى سري هندرد فورتي على هندرد فورتي هتطلع معنا اللندا. واون بوينت سكس ميتر. لا احنا عايزين نصها بقى. احنا عايزين الاكس اللي هي نص نص اللندا. يبقى نضرب الكلام ده في زينو بوينت فايف. هتطلع معنا زينو بوينت سكس ايت ميتر وهي دي الانصر اللي هو عايزين. ما نبخلش اه يعني على الاجابة في السؤال. اوكي? طيب. السؤال اللي بعد كده. طيب في السؤال ده بيقول لك زوب زي برضو. بيدور على هتساوي ايه? هل هي هتساوي ازا طايم اف موشن فروم اكس تو زد? فروم اكس تو زد. لا دي كده نص لفة. نص سايكل. او نص لندر. لا اكيد مش ده. طب هل هي الطايم فروم واي تو زد? من واي تو زد? لا دي كده ربع لفة. اكيد برضو مش ده. طب هل هو طايم موشن فروم زد تو واي. طابل الزد الواي لا. لو انت دي رابط الربع في اتنين هيبقى نص. او الزد الواي ده ربع. لا برضو. فاكيد هي الاخيرة طايم فروم زد تو اكس. صح? من زد الاكس دي نص لفة. لو ضربت في اتنين يبقى لفة كم. مزبوط. فهو ده معنى هو بتاع الوان سايكل. فانت لو ضربت النص في اتنين يعني من زد الاكس ففعل انت كده وصلت للفة الكاميرا. اوكي. السؤال اللي بعد كده. هنا بيقول لك يا سيدي انت عندك سبرينج. زي ما انت شايف. آآ ذات لما البادي يعمل لفة كاملة. سايكل. التوتل هتبقى كام? طبعا هتبقى زيرو. يعني لاما ايه لاما بيه? ليه زيرو? لان احنا قلنا ان فهي يهمك فيها الاشارة. فانت لو رحت ورجعت فانت رحت بوستف دي ورجعت فكأنك ممشتش اصلا. لكن او فيه فرق بين دستانس وديس بلس ساعتها تكون اربعة فانا مشيت اربعة او فساعتها تبقى لتشوز بيه. فده برضو بيأكد لك فكرة فيه فرق بين والديس بلسمينت او فيه فرق بين والديس بلسمينت. ده سكيلر وده فيكتور. طيب. آآ السؤال اللي بعد كده. يقول لك يا سيد يا سيمبل بندلوم فيبريتز ويز آآ بريودك تايم تي. كل ده كلام عظيم ما فيش مشكلة. ايفزا بندلوم start swinging from point x. دي البداية بتاعتك. from point x. in the direction of point y. as shown in opposite figure then the graph that represents the relationship between the distance of d. of the of the pendulum away. يقول لك الجراف اللي هيعمل لك علاقة الدستانس دي. بتاعة البندلوم بعيد عن point y and the time t. وخلي بالك هو بيقول لك ان الفلوسطي طبعا هنا وهنا بزيره فده معناه ان ده كده فعايز علاقة ما بين الدستانس لما البندلوم تبعد من point y. away from point y. يعني ترجع تاني. اوكي طيب. تعالى نشوف الجراف. هنا معناه ان انا بادئ من اتنين وبقل تدريجيا وبعدين بزيد تاني. في هنا بتقل وبعدين بتزيد. اللي بقى لك كده كده وبعدين كده تاني بس طب هنا معناها بقل وبعدين بزيد بقل وبعدين بزيد. بس بادئ من amplitude a. وهنا بادئ من amplitude to a. طيب هنا معناها ان انا بادئ من amplitude to a عمالة l وبعدين ازيد عمالة l وبعدين ازيد. طب هنا بادئ برضو من amplitude to a عمالة l وبعدين بزيد. طب انا دلوقتي احتارت انا عمل بس دلوقتي اقول لك الكيرفات معناها ايه? هنختار بقى اني كيرف علشان بنبعد من point y. بنبعد من point y يعني ايه? يعني انت بدئ دلوقتي من amplitude ورايح تاني. فانت كده دلوقتي هتبدأ من اتنين amplitude. انت كده مشيت ما بين اتنين amplitude. تمام? يبقى دلوقتي محتار ما بين كيرف ايه? وكيرف سي وكيرف دي. يبقى احنا دلوقتي هنستبعد بيه خالص. ان هو بدء من amplitude a. تمام? طيب. هنبدأ من اتنين amplitude بعد كده هيقل. يعني ايه بقى? يعني هو دلوقتي اه المسافة بتاعته بيه اللي. يعني هو بيرجع تاني للاكس. كده هو اوي. بيقرب من اكس. وبعدين يبعد تاني من اكس. من اكس الواي. يعني هو عمال يقرب. وعمال يبعد. انت بدء من point x عمل تبعد عن اكس. عمل تبعد في المسافة عملت L يعني انت كده بتقرب من واي. وبعدين ببعد عن واي تاني. تفهمتوا بس الفكرة? تاني. هو ايه اللي البداية من عند اكس. فالاكس رايحة الواي. فانا كده بقرب من وي فتلاقي المسافة قلت. بعد كده ابعدت عن وي فتلاقي المسافة زادت. فهو اساسا الكيرف اللي هو عايزني اقوله. اللي هو يبقى اوي يعني انا عايز ابعد عن point y. ففعلا هو هروح لتي على الاتنين يعني نص البريوديك تايم. وبعدين ارجع تاني. يبقى انا كده لفت لفة كامل. ايه الفكرة في هنا بقى. ان انا لما امشي من اكس لحد واي ده كده نص البريوديك تايم. دي كده نص لفة. رجعت تاني نص لفة تاني. يبقى انا كده لفت لفة كامل. بالضبط. طيب نروح للسؤال اللي بعد كده. اه بيقول لي انا زعوبزة فيجر شوزة موشن افزة من سيمبل بندرام اكس واي لو قايلني بيقول لي لو اكس واي اقوال واي زد اقوال زد كي اقوال كي ال فين اكس واي اكس واي لها المسافة دي نسميها دي اقوال زد كي اقوال كي ال. المسافات ايكوال يعني. طيب بيقول لك سو بقى. سو يعني احنا نختار كده انهي الصح. عندي كي. جريتر زين البوتينشل عند اكس. اللي عند كي. كينيتك انرجي اللي عند كي. اكبر من البوتينشل اللي عند اكس. لا طبعا البوتينشل هنا ماكسما. نحن في الماكسما وزيش. طبعين الجملة دي غلوطة. طب هل البوتينشل عند ال. بيز زين البوتينشل عند واي. البوتينشل عندي ال دي ماكسما. اقل من عند واي. لا ده واي دي اقل من الماكسما. لا طبعا الجملة دي غلق. طب هل البوتينشل عند واي. بتسوي البوتينشل عند كي ايه? اه اه اللي اتنين شبه بعض. اتنين دول شبه بعض. فاللي بيحصل هنا بيحصل هنا. اه الجملة دي صح. وتعالى نتأكد. ان اه لا طبعا كده بتحضر. طبعا مش قبرة ما تسوي البوتينشل في كل النقطة. خلاص كده. يبقى دايما في كل نقطة فيه كونيتك عالي وفيه كونيتك عالي او العكس فيه كونيتك عالي وفيه كونيتك عالي. ده كده هيبقى توسي. طيب. نروح للسؤال بعد كده. يقول لي انا زي وبزي تفجر شو عندك وطر او حبل. از لز زان وان. تدور على لز زان وان. بوتينشل ايه على بوتينشل سي. بوتينشل ايه? دي كده على بوتينشل سي ده كده ما فيش اصلا بوتينشل زيرو. انت بقى بتقول لي بتدور على لز زان وان لا ده كده لأ ده طبعا نتشوز ده غلط. تب بتينشل ايه على بوتينشل بي? بتينشل ايه برضو الماكسميل. بتينشل دي برضو ماكسميل. دي كده تديك وان. إن هما الاتنين قد بعض. نشده لكم فيه من شوية. طب لو قسمت بتينشل بي على بتينشل دي. بتينشل بي على دا. اه. بتينشل بي اقل من الماكسميل. ودي هي الماكسميل نفسها. اه دي كده تديك لز زان وانا. صح. نتأكد. على بي. اللي هي اقل من انت كده بتقسم كبير على صغير برضو. صح. مشكلة. نروح اللي بعد كده. ده سؤال من الهومورك. آآ يعني في اسئلة في الهومورك كده هتلقيني بحلها معك تاني. علشان نأكد عليها تاني. في اسئلة اللي انت كنت بتحله ايام كنت بتحل ويف موشن. فبرضو طالما هي طالما هي آآ فيديو فبحب دايما راجع على الاسئلة المهمة. اوكي طبعا. على هنا نقرأ السؤال بيقول لك يقول لك دور على البندلم اللي عندها فريكوانسي ما لها وليلة. فريكوانسي وليلة يعني ايه? يعني بريودك طايم كبير. اكيد. او من هنا لهنا قد طايم تي. الطايم تي دوت اصلا يمثل ايه هنا في المسألة دي مثلا. طايم تي ده هو يمثل ربع البريودك طايم. فانا اودور دلوقتي على اللي عنده اقل فريكوانسي يعني اودور على اللي عنده اعلى بريودك. فهنا بيكام اربعة تي. هتشألي بالريش. طيب دي كده بتاع اربعة تي. طب تعالي هنا. هنا تي في المسألة دي يمثل نص البريودك طايم لان ده كده نص لف. يبقى هنا كام? اتنين تي. لا واضح ان الاربعة تي يكسب. يعني اتنا مندور على اكبر تي. اكبر بريودك طايم يبقى في الناس الوقت عندي يقل فريكوانسي. طب هنا الاكس والواي يمثل تي. طب هنا تي برضو. هنا تي تعتبر بقى لا مش ربع بقى بريودك لأ. ده نص الربع. نص الربع. بص بص كده بتاع زي ما هي. نص الربع البريودك. عارف ده معنى ايه? يعني واحد على تمانين. يعني بريودك دي كان بتمانية. بس شكرا. شكلها هتبقى سي. فانشوف الاخيرة من اكس الواي. دي كده تي ودي كده. هنا نص ربع وهنا نص ربع. يبقى كده ربع. يبقى هنا تي بتساوي ربع البريودك. يبقى البريودك هنا اربعة تي. يبقى هي فعلا الاجابة تشو سي هو ده اعلى بريودك في يمكن. يعني في نفس الوقت اقل زي ما هو عاكس. المريودك عكس الفريقونسي او. طيب السؤال اللي بعد كده ده برضو سؤال موجود في الهومورك. برضو حابين نأكد عليه. انا بيقول لك. انا بيقول لك دلوقتي هو هيتحرك همتحرك من اكس لواي ادي اول وبعدين من واي من اكس لواي وبعدين طب واحدة واحدة. هو من اكس لواي هتزيد هيبقى فيه بوستف دي. ومن واي لأكس هتقل هيبقى فيه نيجيتف دي. فالمسافة اللي همشيها هارجعها تاني. هيبقى فيه للديس بلسمنت وفيه للديس بلسمنت. وبعد كده هيروح لآآ بوينت زد. يعني المسافة هتزيد تاني. فالجراف اللي بيوضح ده هو نمبر ايه طبعا. بص كده عمالة تزيد. وبعدين بتقل وبعدين بتزيد تاني بس في الاتجاه التاني. فالنص ده بوستف والنص ده علشان كده. فهو تشوز ايه? الباقي كله مش هيحقق ده. حتى فانا نروح للسؤال بعد كده. برضو سؤال في الهومورك. آآ هنا بيقول لك سيمبل برضو. وامبلتوود ايه. زا الفريقونسي والامبلتوود. احنا دلوقتي عايزين نعمل علشان نزود ونزود كمان خلاص كده. عايزين نزودهم الدبل. فالفريقونسي هتزيد الدبل. والامبلتوود هو كمان هيزيد الدبل. دلوقتي يعني ما يزيد الدبل. دلوقتي هو وقف لحد هنا. اقول مسلا ايه? فاحنا عايزين نرفع الوف دي شوية تبقى توقيت. وفي نفس الوقت نزود الفريقونسي. فانت عندك كده كم لفة? دول لفتين. فانا عايزهم لقى اربعة. وهو ده اللي انا بفكر فيه. عايز اكبر الوف كده شوية تبقى الضابل. تبقى اتنين وعايز كمان ازود عدد اللفات باربعة. فتعالا ندور كده على الكيرف اللي فيه كده. هتلاقي فعلا كيرف النمبر بي. كيرف النمبر بي زاد الضابل اهو. بقى اتنين في نفس الوقت لو جيت اعداد واحد اتنين تلاتة اربعة ففعلا اربعة ويبز. فهو ده اللي احنا عايزين. طب تمام. السؤال اللي بعد كده. برضو هومو. ولكن الفيجر ده شو اسيمبل بندلام از ات واي. بتاعه او بتاعك عند واي. بتوين تو بوزيشن اكس وزد. and the figure two شو جرافكالي بتوين اه بزي. او بزيشن اكس. اوكي? طيب. دلوقتي هتلاحز في الجراف ده ان تعمالة تزيد وبعدين بتقن. فده معناه ان لو بتبعد من تروح لزد وبعدين من زد ترجع تاني لواي يعني احنا كده لفينا نص لف او من واي ل اكس وبعدين من اكس ترجع تاني لواي فاحنا كده لفينا برضو نص لف. فانا روحت ورجعت. حلو. فهو في الحالتين بيقول لك ان ده كده هيوصلك يعني انت لو روحت مسلا من واي تزد او من زد الواي فده هيوصلك. طيب فده معناه ان دي المسافة بتاعة النص لفة. انت عمالة تتحرك وقالك ان بتاعك عند واي. وتتحرك ما بين توزيشن اكس وزي. بيقول لك ان مسافة بقى شايف الجراف ده? ده المسافة من بوزيشن اكس. بص بص اخر سطر ده ما اخدناش بالنا منه بابا. يقول لك ان ده من بوزيشن اكس مش من بوزيشن واي بقى. اه مش من بوزيشن واي. فتعالا نمسح الكلام ده. ده الجراف ده معمول من بوزيشن اكس. هي عند واي. لكن الجراف ده من بوزيشن اكس. فاكيد المسافة تفضل تزيد وبعد ان تقل تاني. بس انا كده مشيت نص لفة. فالمسافة بتاعت نص اللفة بفور. يعني نص النص السايكل. المسافة بتاعتها ايه? دي بتاعها. طب انا عايز بقى يبقى هي نص المسافة. هو نص او هو ربع او نص النص يعني هو ربع السايكل. صحي كده? تمام. يعني هون مفروض هنا هيبقى اتنين سنتيمتر بس. لان المسافة اللي انت من دهالة اربعة دي دي المسافة بتاعت اللفة النص لفة. دي كده المسافة بتاعت النص لفة اللي انت قلت لي لو من ساعتها تبقى هي على طب. فده معناه ان هيكون سنتيمتر نص نص اللفة لاني ده بس من هنا الهينة من ويت زد. ومن هنا الهينة برضو لكن انت بتقول لي من يبقى كده اتنين بيساوي اربعة ويبقى لان بيساوي كم? بيساوي كده? خلاص كده? طيب. هنا بيقولك كمان هات الفريكوانسي بتاعت في دي طبعا سهل جدا. لازم اجيب البريوديك تايم الاول. فهو ما اديك بقى بتاع نص اللفة. يبقى البريوديك اضرب الاتنين دي في اتنين. هتبقى اربعة. اربعة سكند. يبقى ده معناه ان هتبقى واحد على الاربعة او واحد على البريوديك يعني. يعني وهو هنا اه الطايم اللي هو مدهنة. ده يعتبر لأ سوريا يا شباب سوريا. احنا شنضرب الطايم ده في اتنين ولا اي حاجة. لان ده يعتبر طايم اللفة كاملة فعلا. ان هو بيقول لك مش المسافة دي. دي كده نص لفة يعتبر. ودي النص التاني. يبقى ده طايم اللفة كاملة ده البريوديك جاهز. يبقى احنا نقسم ده على طول مش يبقى زيرو تاني كده يا جماعة نعيد تاني التاني. دلوقتي هو ماشي هلو. عمل مسافة اربعة. هي دي مسافة النص لفة. ده اللي احنا فهمناها من الرسمة بتاعة البندرم من اكسل زيت. وده معناه ان انا مشيت اتنين فالتنين امبليتودي عملوا اربعة فالامبليتودي عمل اتنين. دي ما فاش مشكلة. طيب فراح مديك بقى هو مش مديك اللي هنا. عشان ادروه في اتنين. لا ده هو مديينة في الاخر في الوايف. يعني بعد ما المسافة قلت. يعني اللي انا مشيته رجعته تاني. اللي انا مشيته من اكسل زد رجعته تاني من زد الاتس. فده معناه ان انا مشيت لفة كاملة. فاللفة لت كاملة فعلا بتاع هوتو سكند فده البروية تايم قريدي جاهز. فانا هاقسم خلصة الحدود. تمام. سؤال برضو في الهومورك. الاسئلة المهمة. انا بيقول لك اي دي البوب ده هتحرك. البندرام دي سبتها هتتحرك. ادي كده تايم 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 بقى من اللحظة البوب انا سبتها تتحرك. بيقول لك من اللحظة ده سبتها هتتحرك. لحد ما وصلت للاكسماو بس في يعني ايه في يعني انا كده عملت نص لفة. عارف يعني ايه نص لفة? يعني انا روحت هنا من زيرو الاكس. ده كده البوست دايركشن. ورجعت يبقى كده نص لفة ولقى تمام. بيقول لك بقى ساعتها هيكون الطايم بكامل. وانت بتقول لي ان البريوليك طايم كله باتنين. يبقى النص لفة هيبقى واحد. نص الاتنين. بس ده طايم النص لفة. ببساطة. طيب انت عايز بقى او عايز الطايم اللي هيوصلني للاكسماو للاول مرة. الطايم اللي هيوصلك للاول مرة. يعني انت كده مشيت ربع لفة. من مشيت ايه? ربع لفة. فانا عايز طايم ربع اللفة. يعني يعني عشان انا هوصل للاكسماو سبيد يعني انا هرجع للاو. بس الاول مرة. يعني مش هقول بقى من اول اكس لا من اكس الاو على طول. مرة واحدة. ده كده اول مرة اوصل للاكسماو سبيد. يبقى هيعدي على بعد ما يعدي ربع لفة. فساعتها احنا محتاجين ربع لفة. بس هي دي الفكرة. طيب يا سيك. دلوقت ستقول لي بعد كده بيقول لك اه البادي الابشكت ده هيبقى عنده طبعا هاير سبيد. آآ هاير سبيد يعني هاير كاينتك انرجي. انا بتدور على كاينتك انرجي الماكسماو يعني. تماما. لو جيت بسيت كده على بوزيشن واي. لو جينا بصين على بوزيشن واي. بوزيشن واي ده يعتبر صح? واحنا دايما بتدور بتكون ماكسماو في لكن بتكون ماكسماو لما يبعد عن يعني مسلا بوزيشن زد دعينا عندك بوزيشن كي ولا هو بوزيشن ماكسماو ولا ده لان الماكسماو في نص. بوزيشن ما بينهم هما الاتنين. خلاص? يبقى طبعا هتكون ماكسماو في بوزيشن واي. اللي هو اللي في النص بالزد. طبعا في صفحة كده جاية اللي هي كلها مسائل برضو مهمة حلوة يعني في الهومورك برضو كل دي. اللي هي زي ما انت شايف كده انسو اون. آآ يا سيدي هنا بيقول لك اه دلوقتي احنا لاحظنا انها بدقة منين منين? يعني الحركة دي بدقة منين بالزبط. فالوايف لقيتها بدقة من الفي ماكسماو. الفي ماكسماو يعني ماكسماو. يعني هي بدقة من او بنسميه في تبقى تشوز ايه طبعا. سؤال اللي بعد كده يقول لك زي ماكسماو. فطبعا هتكون عند بوينت او. اللي هي عندها هتكون ماكسماو. فهي بوينت او على طبعا. سؤال بعد كده انا يقول لي زي او بزي تفجر برزنت برضو آآ بايبريتنج بتوين تو بتاع بتحول لبوتنشي طبيعي انا عايزين نحول لبوتنشي لما ده يتحرك لانهي بوينت لانهي بوينت فطبعا فروم بوينت واي تو بوينت واي يعني ماكسماو وبوينت آآ زيد يعني ماكسماو. احنا عايزين نحول من طب ليه ما ينفعش من ينفع طبعا بس مش موجودة في اللي موجود عندك طيب. آآ السؤال بعد كده بيقول لك برضو بدأت الحركة من ابعد مسافة بعيدة عن يعني تعال ان اسمها كده لو انت عندك بتاع في النص فهي بدأت الحركة من بعيد كده. اوكي. عندي بيسوزي. الطايم هنا بيسوزي. زين. طبعا انا هنا بدأت من بوتينشيال ماكسماو وكاينتك بزيرو. يبقى هنا كيرف بيبدأ من الزيرو. يبقى اكيد مش كيرف ايه? ولا كيرف بي? لكن كيرف ايه يبدأ من الزيرو وكيرف دي ايه بيبدأ من الزيرو. طب تعال نشوف. انهي الصحة. طبعا انا هبدأ قوي وبعد كده هروح رايح لكاينتك ماكسماو وهعيد بقى اللفة رايح جاي ونها كسا. فهتلاقي ان الكاينتك بدأت بنزيرو بس هتبدأ تزيد تدريجيا وبعدين بتقل عشان نوصلت للبوتينشيال ماكسماو وعدين بتزيد. وبعدين بتقل. طب ما دي نفس الكلام مستر ما هي برضو دي بتزيد ودي بتقل. طب انهي الصحة. الصحة طبعا هي نمبر دي. ليه الصحة نمبر دي? لاني اه هنا تقسيمة السايكل مزبوطة. ان انا هزيد لما يعدي ربع لفة. يعني انا همشي من هنا الهنا دي كده ربع لفة. هوصل للماكسماو يعني تيوفر فور. بعدين هقل لتاني لما عدي نص لفة. تيوفر تو. لكن هنا معناها ايه? انا هزيد لحد ما وصل. لحد ما عدي نص لفة. لا ده طبعا غلط. لانا هزيد لحد ما عدي ربع لفة. بعدين اقل لتاني للنص لفة. بعدين هزيد تاني للتلات اربع انسقه. بس هزيد تقسيمة الصحة للسايكل. طيب اخر سؤال عندنا في الصفحة دي. وفي الفيديو كمان. ونبقى ان شاء الله نبقى نعمل تاني لتكملة حل بقية الاسئلة ان شاء الله. فيقول لك يقول لك رتبهم لي على حسب مين اللي عنده ماكسموم كينتك انرجي. فطبعا اللي مشي اعلى مسافة اعلى هو اللي عنده اعلى كينتك. واكيد الوراء اقل مسافة هو اقل هو هكزا. فكل لما فطالما انت عند الربع لفة بس كده مش دي كده الربع لفة. فالربع لفة القينتك بتكون ماكسموم على فوق. زي ما عملتها فوق في الجرافي اللي فوق. بص كده لما وصلت عند ربع لفة القينتك وصلت لايه? للمكسموم. فطبعا هنا الربع بتاع اكبر من الربع بتاعتوه هكزا فتبقى طبعا وان تو سري. دي الاجابة عليكم. يبقى بنشوف اعلى مسافة عند الربع. عند الربع او عندي التلات اربع. عندي التلات اربع برضو. نفس الكلام ده كيرف وان تو سري بس بالمشاء اللي بيعني. ماشي يا شباب يا رب تكونوا استفدتوا. فيه طبعا لسه اسئلة تانية. وانا واثق ان انتو حتى لو يعني هبعث لكم البي دي اف ده. آآ هنزله مع الفيديو. وانا واثق ان انت لو بصيت بس على اسئلة دي. هتحله. مش هتنتظر حتى فيديو تاني بالحل. فيش مشكلة يعني. انا اعتقد ان انا فكرتك بالشابتر كله في الكفاية. ولكن برضو لو في مشكلة برضو هعمل فيديو تاني. وكمل بقية حل الاسئلة دي بشي يجرى حاجة. فيش مشكلة. يا رب تكونوا استفدتوا. وتكونوا يا رب موفقين كده وتكونوا جاهزين للامتحان شابتر وان. وتكونوا جاهزين عمتا للفاينل لأي سؤال على شابتر وان. وتكونوا جاهزين لامتحان الشهر ان شاء الله ربنا معاك يا رب وفقك بازن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.